كتير ومالي السوق وارخص من التماطم والله حاجة كده رهيبة هنعمل النهاردة مربة تحفة رهيبة جدا من غير اي تكلفة خالص ارخص فاكهة موجودة في السوق الموسم بتاعه ما نفوتوش يلا بنا نعمل اطعم واحلى مربة تكليها حكاية شايفة الجمال مع كتعة كده من الاشطة تحفة تفتري بيه تتعشي بيه واو يا جماعة وابلي ما نقول عملنا واصفة النهاردة ازاي لو انت اول مرة تشوفيني اتخلي القناة وقيم المحتوى لو عجبك اعمل اشتراك فعل الجرس على الكل سنوصل الكل جديد يلا بنا نبدأ ونشفع معنا واصفة النهاردة ازاي طبعا انتو عارفين ده موسم البلح وده البلح اللي هو السماني جميل جدا نعرض هنعمله مربة بطريقة كده تحفة جبنا البلح طبعا اصلنا كويس جدا وبعد كده اشرناه بالمقشرة كانت المقشرة دي كده تأشيرها بيبقى صعب شوية فجبت هي المقشرة التانية تأشيرها بيبقى اسهل شوية في التأشير بص دي كده على طول بتأشرعت وطبعا بالسكينة شلت الطرف دوت والطرف دوت الطرفين وبقى معايا بالشكل الحلو ده افتحي بقى البلحة وهنشيل منها النوى وهنقطعها كده صوابع رفيعة بالشكل دوت وممكن لو حابة تخليها كسمين بس زي ما انت عايزك انا حبيت اخليها بالشكل انت شفتي دوت بصوا بالشكل ده ودول بقى العشق بقى الحاجات كده المرتبة الجميلة بيبقى تعمهم جميل جدا قلت لأ بقى انا كلهم ما نحطهمش في المربة وده القشر مش هنرميه ولا حاجة فيش حاجة بتترميه ابدا القشر برضو هنعمل برضو بيه مربة بس من نوع اخر جبت هنا البلح بتاعنا وغطيته او غمرته بالمية وحطت عليه خمس اعواد من القرنفل وقطعتين من الارفة انا حطى هنا الارفة اللي هي الاعواد حطيت منها قطعتين وغطيته طبعا هاتي مية كده كتير عشان هو هياخد وقت في السوى ونفس الحكاية برضو بالنسبة للقشر بتاعنا غمرناه برضو بالمية وحطينا برضو عليه القرفة واعواد القرنفل او المصمار بنزود كمية كويسة من المية لان البلح بياخد وقت كبير في التسوية بص اللون بتاعه طوح فراهيب جدا وقبل ما بنحط البلح في السوى بوزنه الاول عشان اعرف كمية السكر انا هحطها انا بعد ما وزنته وبعد ما شلت النوم منه وكل حاجة والتقشير لقيته عمل 600 جرام بحط نص الكمية فحطيت 300 جرام من السكر يعني كبية ونص من السكر وحطيت عليهم معلقة من عصير اللمون وحطيت هنا معلقة كبيرة يعني لو عندك عسل الهلوكوز عندك سيل خالص هتحطي معلقتين يعني عندي كان غالي زومليان فحطيت معلقة كبيرة كده مهرمة علي وغطيته بس ده بعد ما بيكون البلح استوى تماما لان الاضافات دي كده خلاص بيكون البلح استوى للدرجة اللي انت عايزها لو عايزك كده يعني داخل على البوري شوية اسبري عليه وزاوديله مية سخنة ما تزاوديش مية ساقعة ونروي جدا تغطيه عشان تلاقي اللون الحلو ده ده اصرار اللون بتاعنا لان في ناس بيسود منها ده بيكون ان هي خليته مكشوف لكن غطيه وزاوديه مية سخنة هديك اللون الحلو انت شفتيه دوت اللون كده الوردي ده او البنك وهنا بقى ده اللي هو القشر بقى حطيت تعاليه نص كوبية من السكر ومعلقة من عسل الكولوكوز وده رابته طبعا بالهند بلندر ادرقه في الخلاط ادرقه كويس جدا نعمي قوي عشان يبقى حلو ما تخلهوش كده يكون خشم ده مش يبقى حلو لو هو خشم نعمي القشرة دي جامد جدا بكده خلاص ده كان اسرح حاجة بالنسبالي القشر استوى في وقت قصير اقل طبعا من البلح نفسه اهو بص كده خلاص بس ضروري جدا ينعم منك عشان يديكي طعم حلو اهو بالشكل دوت اهو البلح بقى لو انت عايزة فيه كده يعني قرشة شوية اهو بتسيبيه ما بتخلهوش مهر خاص عايزة كده هو تبقى في الصندوطشات بيفرد معاكي استني لغاية يعني كده بتعمليه كده بالشوكة كده عايزة التسوية بتاعت البلح بس هو بياخد وقت شوية في التسوية اه بالنسبة هنا بقى عشان تعرفي ان المربة بتاعتك استويت ولا لسه السيرب اللي موجود حوالين البلح دوت بحطك لما رميش وفرش قوي كده هو كده كويس وتمام لأتي المعلقة اللي بتحطيها بتفرش جامد جدا في الطبق يبقى هو لسه عايز اه وقت شوية وبص بقى التسوية بتاعت البلحة بتاعتنا طريقة وجميلة ازاي فانت تسبوري عليها جامد جدا عشان تترى معاك عشان ما يبقاش كده ايه ناشف بعد كده نزلت عليه بالفانيليا بيبقى جميل جدا الريحة بتبقى تعفى حقيقي وهو بقى يا جماعة بيستوي بيبقى ريحة القرنفل والقرفة عاملة ريحة في المكان رهيبة حقيقي وبرضه بيدوله طعم جميل جدا القرفة والقرنفل فضروري جدا القرفة والقرنفل في المربة بتاعتنا هتغير طعم الوصفة بتاعتنا تماما برطمانات وعقميها وحط فيها البلح بتاعك بيبقى جميل جدا ده اللي هو البوري اللي احنا القشر وده البلح انا في النهاية بقى بصراحة حطيتهم كده على بعض وكان جميل جدا حطيت البوري على على البلح اللي احنا عاملينه دوت وكان حلوة واحطيت طبقين يعني على بعض مع بقى كده القشطة انسي بقى واو يا جماعة القشطة مع البلح ده طعمه جميل جدا غير حقيقي اي مربة كلتيها قبل كده بس معلومة لازم تسويه كويس جدا لما تلاقيك كده بالشوكة كده تحط ايديك على اللي بالشوكة كده تلاقيها كده بتقطع معاك كده بكل سهولة او بتفرش كده البلح كده معاك او المربة جميلة جدا ما تستعجلش عليها لانه هو بياخد وقت وزي ما قلت اصرار اللون بتاعنا ان احنا نقفل الحلة بتاعتنا بصوا هنا بقى حطيتهم على بعض حطيت البوري على البلح وتقل بقى بالشكل دوت لو عادة تسويهم زي ما هم كل حاجة لوحدها زي ما هي خليها زي ما انت عايزها يلا الموجود معايا لغاية دلوقتي يدوس لايك ويقول لي بيتابعني منين يعيشي البلدي الموجود ده انا عاملا معكوا على الصفحة اللي عايزين تشوفوا الطريقة بتاعته وادخلوا شفوها وبكده تكون خلصيت وصفتنا النهاردة لو الوصفة عجبتك وحبت فيدي حبيبك واصحابك وقريبك اعملي لايك وعملي شير للوصفة ولو انت مش مشتركة او مرة تشوفين اعمل اشتراك فعل الجرس عالكل سنوصلك كل جديد اتمنى الوصفة تعجبكم وتنفذوها وتقولي رأيكم في التعليقات وقلقاكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته